السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد درسنا اليوم وهو فعل تسيهن ومشتقاته كما رأينا في الدروس السابقة كنا صدرقنا إلى فعل شلافن ومشتقاته وفعل الفعل الآخر كان هو هابن ومشتقاته الآن فعل تسيهن ومشتقاته فعل تسيهن يعني يسحبه لكن لديه الكثير من المشتقات هما خمس أو ستس أفعال تسقق من فعل تسيهن التي سنسترق إليها في هذا الدرس إن شاء الله ونحاول شرحها إذن كما تلاحظون هنا هذه هي الأفعال هذه هي الأفعال لدينا فعل تسيهن والأصل والأصل لدينا فعل أن تسيهن كما تلاحظون الفعل الأصل هو تسيهن والديه خمس مشتقات خمس أفعال أخرى وفي المجموعة هي ستة أفعال سنعطي لكل فعل مثال وسنشرحه أيضا وسنترجمه باللغة العربية إذن فعل سيهن كما قلنا هو يسحب يسحب أي شيء تسحبه هو سيهن هنا أعطيتكم مثال مع الباب لأن كثير من الأبواب في شركات أو في مقاهي أو في أي مكان وكذلك في ألمانيا تجدوا أيضا هذه الأشياء يكون باب تجدوا فيه سيهن تعني لكي تفتح الباب سيهن يعني تسحب الباب إليك ويفتح أو في بعض الأحيان تجد دركن وهي تضغط تضغط أو تسحب لكي تفتح الباب هنا لكي نفتح الباب يجب علينا أن نسحبه هنا أم وتسو فهي تعطينا لكي لكي سنعطي فيها أيضا درس فقط سنتكلم فيها على هذه الكلمة أو هذا الحرف الذي يعطينا لكي أم ديزة تور لكي نفتح هذا الباب لكي كما تلاحظون أم تسو فهي تعني لكي وأوفمخن هو يفتح أوفمخن يفتح لكي نفتح هذا الباب يجب علينا أن نسحبه أو كما قلنا دركن دركن بهذا المثال تكتبه هكذا لكن اليوم فعلنا هو تسين لكن أعطيكم هذه المعلومة أيضا الفعل الثاني يقوله هو أنتسيهن أنتسيهن وهو يلبس شيء أو يرتدي هنا كما قلنا 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 فعل خاقن خاقن أيضا يرتدي أو فعل أنهابن أنهابن هو أنك لابس أشيء كما قلنا أعطينا المثال كما قلنا أعطينا المثال هي ماذا ترتدي لكن فعل أنتسيهن هو فعل أنك تلبس تلبس أقوم بفعل اللباس تلبس شيء أقوم بفعل جاكتة الجديدة هنا فعل أعطيهن وهو فعل يربي جاي من كلمة التربية التي هي دي أعطيهن دي أعطيهن هي التربية وأعطيهن هي يربي من موس زين كيندا غيشتك اتين من كما قلنا هو اس تأتي من اس والبوسيسيف برونوم دياله هو زين هنا زين لأنها مجموعة أو نمكننا فقط أن نقول دي من موس بي كيندا غيشتك اتين يجب علينا أن نربي الأطفال أو أطفالنا بطريقة جيدة هذا هو في الآتين هو يربي فعل أين تسيهن أين تسيهن كنا سبق وسترقنا إليه في درس سابق وهو تسكن يسكن نعني بها أنك تدخل لمنزل جديد كي تسكن فيه مثال أنت تبحث على المنزل وجدت المنزل قمت بإمضاع عقد الكراء إلى آخره والآن تجلب أغراضك و جميع أشيائك وتدخل إلى المنزل لسكن في هذا تعطينا أين تسيهن أين تسيهن مثال هنا عندما يكون لدينا الفعل الأصلي و يضاف إليه بعض الأحرف مثال أن أو لا ألا أوم أو سأين فبعد الأحرف تفترق عن الفعل يجب علينا أن نفرقها مع الفعل لكن بعض الأحرف لا يمكن تفريقتها سنقوم بدرس لاحق إن شاء الله سنصدق فيه إلى هذه النقطة وأعطيكم بعض الكلمات أو بعض الأحرف التي يجب علينا دائما أن نفرقها على الفعل و عندما نفرقها مع الفعل تكون دائما في الآخر دائما تأتينا إلى الآخر إلا إذا كان هذا الفعل في الماضي فتبقى معه أو إذا كانت أيضا when إذا when فالفعل يكون دائما في آخر الجملة ولا نقوم بتفريقته مثال آخر أردت أن مثال هنا أيضا هذه التسو التي تعطينا لكي عندما تكون لدينا تسو لا نقول um diese Tür zu aufmachen تسو تأتي ما بين هذه الحرف والفعل الأصلي اللحظة معي هذه التسو جاءت ما بينهم وتكون دائما بينهم عندما تكون لدينا هذا الحرف تسو وفي فعل الذي يتفرق نفرقه الفعل الأصلي عن الحرف الزائد الذي أقمنا الذي أضفنا إلى الفعل لكي يعطينا معنى آخر إذن نحن الآن في أين سين أوسين لدينا آسين و أمسين أوسين هنا هنا أوسين اشتيه آم مدفوخ أوسين أوسين هي تخرج أين سين هي تدخل إلى المنزل تكتريه وتدخل إلى لتسكن فيه أوسين هي عندما تخرج من المنزل تخرج وتأخذ معك جميع أشيائك غرض أن أنك تهجر هذا المنزل ولا تسكن فيه بعد أوسين أمسين لم أكتبه ضرنت أنني كتبت آه كتبته هنا أمسين وهي وهو فعل تخرج وتدخل فعل تخرج من هذا المنزل وتدخل إلى هذا المنزل هذا يعطينا أمسين أين سين هي كما قلنا تدخل إلى المنزل تدخل تكتري منزل وتدخل إليه أوسين لتخرج من المنزل تجد منزل آخر للاكتراء وتخرج من هذا المنزل هذه هي أوسين وأمسين هو هذا الفعل الذي يجمع هذه الفعلان مع بعضهما أين سين وأوسين هذا الفعل أين سين وأوسين تسمى الأمسين الأمسين وأنك تخرج من هنا وتسكن هنا وأمسين معها The Umtuk وهو الراحيل The Umtuk ليس الراحيل هو الأشياء التي تأخذها معك مثال أنت ذاهب لهم الأشياء التي لديك في المنزل نقوم هي تسمى بالرحيل الرحيل ليس الراحيل أنك ترحل لكن الرحيل هو الأشياء التي تأخذها معك تسمى بالأمتسك The Umtuk كما تلاحظون معي هنا The Umtuk وهو الحافلة وهو القطار أحدتم معي في هذه الأشياء تزدف اللغة الألمانية بكثرة The Umtuk هو القطار لكن عندما أضفنا إليه The Umtuk أعطتنا الراحيل ليست هناك علاقة ما بين القطار والرحيل لكن هذه هي اللغة الألمانية سأترك كما قلت لكم إلى هذه الأحرف التي تضاف دائما إلى الكلمات إلى الأفعال بالخصوص إلى الأفعال ويجب علينا أن نعطيها في آخر الجملة وليس في أول جملة إذن كان هذا هو درس يوم إخواني وأخواتي أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الأفعال مشتقات فعل سيهن وإلى درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم شكرا لكم إخواني شكرا